أعلن رئيس لجنة التحقيق المستقلة إيريك مويس أن اللجنة خالصت إلى ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وقال إيريك مويس إنه بناء على الأدلة التي جمعتها اللجنة خالصت إلى أن جرائم حرب قد ارتكبت في أوكرانيا بناء على أدلة جمعت من أربع مناطق في البلاد وزارت اللجنة 27 مكانا وأجرت مقابلات مع أكثر من 150 ضحية وشاهدا بدأت روسيا تنظيم استفتاء في أربع مناطق من أوكرانيا في تصويت من المتوقع أن تستخدمه لتبرير ضم تلك المناطق ولكن كيف قالت إن التصويت إلزمي إذ يتعرض سكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة يأتي التصويت على ما إذا كانت تلك المناطق ستصبح جزء من روسيا بعد أن استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي في هجوم مضاد إلى منطقة لا عودة واصلت الأزمة الأوكرانية بعدما بدأت عملية التصويت على الاستفتاء على ضم أربعة أقاليم أوكرانية إلى روسيا هي لوهانسيك ودونتسيك وخيرسون وزابوريجيا وتستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر في خطوة اعتبرتها كييف ودول غربية عدة سوريا اعتراض غربي على التصويت فاعتبر حلف شمال الأطلسي أن الاستفتاءات السورية في أوكرانيا غير شرعية أما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فشددت على أنه لا قوة قانونية لنتائج الاستفتاءات إذ لا تتوافق مع القانون الأوكراني أو المعايير الدولية ففي الاستفتاء على انضمام دونتسيك تم وضع 450 مركز اقتراع على أراضي المنطقة الواقعة الشرقية أوكرانيا كما فتح أكثر من 200 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي حتى يتمكن سكان المنطقة الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من التصويت كما تم اطباعة أكثر من مليون ونصف مليون بطاقة اقتراع للتصويت على الاستفتاء في هذه المنطقة وبالنسبة لمنطقة لهانسيك تقرر فتح 461 مركز اقتراع في المنطقة بالإضافة إلى 201 مركز اقتراع آخر في الداخل الروسي أما في منطقة زابوريجيا التي شهدت اشتباكات عنفة خلال الفترة الماضية فقد وضعت السلطات المحلية الموالية لموسكو 394 مركز اقتراع أما السلطات المحلية في منطقة خيرسون فقد وضعت 8 لجان إقليمية للتصويت و198 لجنة فرعية فيما يتم فتح مراكز اقتراع للتصويت في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 بالإضافة إلى عدد من مدن الداخل في روسيا وتتوقع لجنة الانتخابات المركزية مشاركة ما يقرب من 750 ألف ناخب في التصويت أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة والملف الروسي الأوكراني حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة ظلت على مدار عدة أشهر ترسل رسائل خاصة إلى موسكو تحذر فيها قيادة روسيا من التداعات الوخيمة التي ستترتب على استخدام أسلحة نووية وقالت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إن الولايات المتحدة أبقت التحذيرات بشأن عواقب الضربة النووية الروسية في أوكرانيا غامضة بشكل متعمد وهو الأمر الذي الذين ارتأوا أنه سيثير قلق الكراملين بشأن الرد وأوضحت واشنطن بوست أن محاولة البيت الأبيض زرع ما يعرف في عالم الردع النووي باسم الغمود الاستراتيجي جاءت في الوقت الذي لا تزال فيه روسيا تصاعد من خطابها بشأن الاستخدام المحتمل للحرب النووية في ظل تعبئة تهدف إلى تعويض الخسائر العسكرية الروسية شرق أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تصدي قوات الإنزال الجوية الروسية لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية وقالت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة هجوم فاشلة على مواقع الجيش وذكرت الوزارة أنه تم كشف خطة الجيش الأوكراني في الوقت المناسب وذلك بواسطة الاستطلاع الجوي بطائرات بدون طيار وخلال القتال تمكن المظليون الروس من القضاء على أكثر من 120 عسكريا من القوات الأوكرانية وكذلك تدمير العديد من العربات المدرعة والسيارات المصفحة أكد المتحدث الصحفي باسم الكريملين دمتري بيسكوف أكد أن بلاده ستعتبر محاولة أوكرانيا لإعادة دونباس والأراضي المحررة الأخرى بمثابة هجوم على أراضيها واشترطت روسيا أن يكون ذلك في حال كان القرار إيجابيا في الاستفتاءات التي بدأت اليوم بشأن ضم الإقليم لروسيا إلى ذلك التقى وزيره الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك ونقش لافروف وجوتيريش التطورات الأخيرة المتعلقة بالسرع في أوكرانيا وكذلك تصدير الأسمدة الروسية ومبادرة حبوب البحر الأسود قال الرئيس البلاروسي أليكساندر لوكاشينكو إن بلاده لن تخوض الحرب إلا عندما يتعين عليها الدفاع عن نفسها فقط وأكد لوكاشينكو أنه لا توجد خطط لإعلان التعبئة في بلاروسيا أو الانضمام إلى الصرع وأكد لوكاشينكو أن بلاده لن تقاتل إلا عندما يتعين عليها الدفاع عن أراضيها لافتا إلى أن المعارضين يلعبون دورهم بالترويج لأن بلاروسيا قد تعلن التعبئة على غرار روسيا قال وزير الخارجية المجرية بيتر سيارتو إنه التقى نظيره الروسي سيرجي لفراف في نيويورك حيث بحث إمدادات الغاز وبناء مفاعل باكس النووي الذي تقوم به روس آتوم الروسية بإنشاءه وأوضح سيارتو أنه سيلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة روس آتوم لبحث التطورات الرئيسية في مشروع المحطة النووية كانت جاز بروم الروسية قد بدأت الشهر الماضي زيادة إمدادات الغاز إلى المجر إضافة إلى الكميات المتفق عليها سابقا بموجب اتفاق توريد طويل أجل ترجمة نانسي قنقر